ما في عنا زيوت حارقة للدهون بس في عنا زيت الزيتون زيت الزيتون كمضاد للأكسدي وملين وموسع للشراين ومنشط للدورة الدموية ومعط الجلد أحماض أمينية وكولاجين وعنا السمسم المطحون يحتوي على الكاسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم بشكل كبير لصحة الجلد والعظام وفي عنا الخردل الأسود المطحون اللي هو بمثابة ماصص للشحوم والسموم وبيعمل عملية زيادة في الحرارة وفي عنا الكركم الأصفر مع إضافة الفلفل الحار لإلو وهاي كلها مطحونة وموضوعة مع ملعقة من الملح لزيادة الامتصاص وهذه كلها بتم فيها الدهن على منطقة البطن في الفترة المسائية بعد ما تنغسل شوفوا لي هالحركة هادي أسهل شوية خمس دقائق في اليوم بتحطوا إيديكم للأمام بتثنوا بالطريقة هاية وفقط ما عليكم إلا ترفعوا إيدكم لفوق وتحاولوا على التوازن هادي لمدة خمس ثواني وبعدين برد برجع إيدي برجع إجري بالطريقة هادي وبعمل الحركة هاية كمان مرة برفع الجهة التانية شوية شوية وبوقف فيها الوضعية خمس ثواني وبرد برجع وبكررها شوية شوية هادي بتعملي تماريل لكل جسمي لكل عضلات الجسم وبالأخص عضلات البطن وعضلات الظهر وهذا حيخفف شحوم وحيشد عضلات ظهركم بشكل كويس اللي يخفف في النتيجة كل الألام اللي موجودة سواء في الرقبة أو في الأكتاف أو في أسفل الظهر بس بداية العمل شوية شوية اعملوا لي هالحركة هادي بتحطوا إيدكم بالطريقة هاي بترفع وجريكم زي وضعية السجود وفي هاي الحالة فقط ما عليكم ترفعوا لي إيدكم بالطريقة هادي ولوورا وتردوا ترجعوا تردوا ترفعوا لورا وتردوا ترجعوا كرروا الحركة هادي عشر مرات مرة مرتين في اليوم هذا حيخفف كتير من ألام العمود الفقري لأنه هاي الحركة بتبني لكم عضلات بطن وعضلات أسفل الظهر والإيدين وعضلات الرجلين بيكون كلهم يتحركوا وهي الوضعية مش وضعية سهلة فمتعبة فبتحرك دهون كتير وهي الوضعية بتعمل ستريتش للسياتيك نيرف أو العصب اللي بنزل من النخاع الشوقي للرجلين اللي هو عالكنسة وهذا بالنهاية حيعطيكم قوة عضلات أكوة وتخفيف للألام اشتركوا في القناة